الدور المحوري للجزائر في مكافحة الإرهاب وتجربتها الرائدة في القضاء عليها أضحت مثالاً للكثير من الدول الإفريقية نخبة من القادة الشباب الأفارقة يمثلون أكثر من أربعين دولة إفريقية يجتمعون في البرنامج السنوي للشباب الإفريقي ضد الإرهاب بالجزائر لمناقشة التحديات والحلول المبتكرة في مجال الوقاية من فخ الشبكة الإرهابية نحاول قدر الإمكان أن نروج للتجربة الجزائرية في محاربة الإرهاب وكافة أوجه التطرف تم حجد الشباب الإفريقي الذي يهتم بالقضايا مشاركة الشباب في السلم والأمن هذه من جهة من جهة ثانية هذا يعزز أيضاً الدور الجزائر الدور المحوري على المستوى القاري شباب القارة الصمراء يجمعون على أن الجزائر تقدمت كثيراً في مجال مكافحة الإرهاب وتعد قدوة بالنسبة لبلدانهم لما اكتسبته من خبرات سواء في مجال المكافحة أو الإجراءات الاستباقية أظن أن الجزائر جد متقدمة في مسألة مكافحة الإرهاب ولديها تجربة رائدة وتعد مثالاً إيجابياً للدول الإفريقية المشكل الأساسي في بلد إفريقيا الوسطى حالياً هو الإرهاب أرى أن الجزائر تطورت كثيراً في مجال محاربته وتجربتها رائدة أنا هنا منذ عدة أشهر وأرى أن الجزائر جد مستقرة وآمنة الشباب الإفريقية أكثر شريحة معرضة للإرهاب والتطرف والجزائر تمنح القوة لهؤلاء الشباب لعدم الوقوع في فخ التلعب بهم بعث استراتيجيات الوقاية وتعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة الإرهاب دون إخفال دور المجتمع المدني والشباب كقوة دعم ومرافقة كلها حلول تقدمها الجزائر لمواجهة التحديات المتطورة للإرهاب والتطرف العنيف